اهلا بكم عادتنا اللي مش هتنتهي ثلاثة اربع فيديوهيت بنفس المنظر عادي 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 يلا نبتدي الفيديو الفيديو النهاردة مهم جدا وخاصة للبنات المبتدئات او البنات اللي هم ليسه نيو في الموضوع الميكب تمام النهاردة بنات هنتكلم عن البرودكت بتاع الحواجب كلها امتى استخدم قلم امتى استخدم بودر امتى استخدم جيل امتى استخدم مسكرة مسكرة لون ولا مسكرة شفافة هل فعلا قلم الحواجب بيوقع الشعر كل الكلام ده كله 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 هنتكلمه النهاردة مع بعض ويلا بنا نبتدي الفيديو طيب طبعا انا بصوا بنات قاعدة قاعدة حطوها كده في ودانكو وفي دماغ قاعدة حطوها في دماغكو مش في ودانكو تمام قاعدة دي حطوها في دماغكو ان مفيش حاجة في الميكب اسمها لازم وهو ده المفروض وكلام ده مفيش حاجة اسمها كده احنا بنقول المفروض نعمل كده والمفروض نعمل كده ده في خلال الحاجات اللي الواحد بيجربها وبتطلح حلوة لكن انت ممكن تجرب حاجة تطلح حلوة معك فاهمين؟ ماشي معك انت بس اوكي؟ يعني مثلا الطبيعي ان احنا بنحط الحاجات الكريمية ونسبتها بالبودر طلعت في الحوار بتاعنا احط البودر عشان اقفل المسام وبعدين احط فوقي الفاونديشن فموضوع الميكب فن ما فيهوش لازم ولابد وحتما الكلام ده مش موجود تمام؟ فانا هتكلم في الحوار ده في الطبيعي وفي رأي الشخص تمام كده؟ يلا بينا نبتدي اول حاجة الجل الحواجب بص بانية جل الحواجب انا عن نفسي بستخدمه او انا شايف ان هو بيستخدم اكتر لما تكوني رايحة مناسبة اه اه وعيزer حواجبك تبقى تقيلة لان الجل يكون في الطبيعي بكaltung يجعل الحواجب مرسومة شب ومتحددة جدا سوف يحب الميكوب التقيل اما مناسب umava فعاداتا الجل يبقى منسب قوي للميكوب الصوري ميكاب العرايز بيبقى انسب حاجة هو الجل تمام ودائما بنستخدم مع الجل اللي هي الفرش بتاعت الحواجب دائما اللي هي بتكون انجل اللي هي زي دي كده بصوا فيه اللي هي بتبقى رفاية قوي دي ماشي وفيه اللي بتبقى ادخل منها شوية ده برضو على حسب راحتك الشخصية انت ايه اللي بيرايحك وفيه اللي هي ببقى معيها اللي هي قتعتين دي ده راجع لك انت والشخصيتك وانت بيرايحك ايه اهم حاجة هي تكون فرشة انجل اللي بترسم بيها الحواجب وطبعا هي كل ما بتكون رفاية كل ما بتعرفي ترسم بيها شعر شعر وتزبطي الحاجب اكتر يعني تمام كده وطبعا الجل بيبقى الوان يعني انس انا عندي دوات اللي هو الدرجة ا Gogolet اللي هي الغامقة عندي مثلا عندي الدرجة اللي هو ديني المارك فتحة خلص بسو ساعة بخلطهم مع بعض مثلا ويطلع لي لون افتح عندي الدرجة اللي هي على gray يعني الجيل برضو في منه دراكوت كتير جدا في الجيل الثاني او البرودكت الثاني اللي هو بيبقى بيجي في قنبوبة ده انا بالنسبة لي ده حاجة فاكسانة جدا بس في ناس بتحبه لانه باسابة قوي اكتر من الجيل حتى بتحطي بتفتحيه بتحطي كم نقطة على ايدك وبتتري ترسمي بها الحاجب برضو بنفس الفرش بنفس الاسلوب ودائما لما بتجي ترسمي بالفرشة يا بنات دائما بنبتدي رسم الحواجب من النص وبترسمي للاخر كده بعد كده هتحددي من فوق ومن هنا وبعدين دائما وبعد كده بتمدي الفراغون ودايما وانت بترسمي حاجبك لازم تمشطي دي دي اساسية لو انت مش عمدك الفرشة ديت بفرشة مسكرة فاضية مخصولة ونظيفة وتعملي بها حاجبك لبيبين شكل الشعر بيوزع البرودكت اللي انت اضطيه اي ان كان بودر او جيل او قلم اي حاجب لازم دائما وانت بترسمي حاجبك تسرحي بالسبولي دي تمام كده نيجي بعد كده للبودر اي ان كان نوع البودر انا هنا هتكلم على انواع انا هنا بتكلم على بودر اي ان كان البودر البودر برضو بيجي دايما الوان ودايما يعني تسعين في المية من البودر بتاع الحواجب بيجي لونين يا تلاتة او في بلدات بيبقى فيها الوان كتير فعادة دايما حاولي تدرجي الالوان بتاعت البودر حطي الغامق وراء والفاتح قدام زي ما انا عاملة كده ماشي بس انا هتلاقي حاجبي باخد تقريبا زي لون واحد عشان انا مشرته بعد كده بمسكرة حواجب يعني البودر يا بنات بالنسبة لي الحاجة اليومية اللطيفة الجميلة اللي بتدي لحواجب بشكل حلو جدا وفي ناس لقت خفيفة خفيفة على شعر الحاجب مش بتلزقه في بعضه مش بتبقى تقيل عليه بالعكس ايه يا دوبت بس بتدي لون كده وفي نفس الوقت بتدي شكل بردو محدد للحواجب بس بطريقة خفيفة مش تحس انت حاطة برودكت الجيل مهما كانت تبقي حاسة انت حاطتي حاجة زي ما قلت بيبقى تقيل وشارب نرجع تانية للبودر يا بنات زي ما قلت البودر دايما بتبقى خفيفة على الحواجب وتصلح جدا 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 للاستخدام اليومي ولو انت في المناسبة برضو عايزة يعني حاطة بقى لوق خفيف خالص لو حاطة لوق خفيف في المناسبة اللي انت رايحها او في الخروجة اللي انت رايحها في الحالة دي بقى البودر احسن كتير لانك هتبقي عايزة برضو شكل حواجبك يبقى ناعم الشارب وفي استخدام البودر بيبقى محبز اكتر انك تستخدمي فرشة بتبقى اسمك سنة من اللي هي مرفيعة بتاعت الجيل لان ده بودر طبعا مش حاجة جيل او سيلة فبيبقى احسن معيها الفرشة بتاعتك تخينها سنة شوية تمام كنو ننجي بعد كده للمة الحواجب يا بنيات المت الحواجب الوقت اشكال ماشي هننجي مثلا في الشكل العادي اللي هو القلم اللي هو بيتبري عادي اللي هو ده تمام وفيه القلم اللي بيبقى ماتيك اللي بيبقى السن زي ده كده اهو كده تمام وفيه القلم اللي بيبقى كده بيبقى عامل زي المربع كده مشطوف اهو يا بنيات بيبقى عامل كده شفينه تمام ده بيبقى حلو قوي في رسم الشعرة شعرة وبيبقى معي منيحة تانية تاعدة شبهة انستازيا والكلام ده تمام دول بيبقوا اشكال وانواع مختلفة من قلم الحواجب طيب دول كويسين ولا وحشين ولا نظامهم ايه وفعلا بيوقع شعر الحاجب ولا لا بص بنيات انا بس عايز افهم حاجب اول حاجب انا بالنسبالي قلم الحواجب ده ايا كان نوعه رائع رائع لما يكون مستعجلة ياه اكون مستعجلة ده بمسك القلم تيك تيك وبقى في الشارع يعني اسرع منه مفيش ليه لان قدرتك في التحكم اعلى بكتير جدا 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 ماشي في ثانية بتكوني مخلصة مع تمشيطة من الاسبولي طبعا زي ما قلت الاسبولي او فورشة الحواجب دي بتستخدميها اين كان البرودكت اللي انت بتحطيه على حواكبك في ثانية برسم خط التحت والخط اللي فوق واملة بسرعة وصرح بالبتاع وبنزل الشارع فبيبقى اسهل بكتير قوي في اوقات الاستعجال واللي انت مستعجلة وعايز اتخلصي ميكاب بتاعك بسرعة وتخلصي حواجبك بسرعة بيبقى القلم ألطف شيء طيب امتى القلم بيوقع الحواجب يا بنات؟ القلم بيوقع الحواجب لما يكون قلم ناشف قلم رصاص دي كده لما انا قعد اكحد في حاجبي كده يا بنات بيوقع شعر الحاجب طبيعي ان شعر الحاجبك يوقع لكن لما تكون حاجة كريمية ومجرد ما ارسم بيها ترسم على حاجبي دي هتوقع لي شعر الحاجب هتوقع شعر الحاجب ليه؟ طيب افضل نوع طبعا بيبقى دايما 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 اكتر حاجة نعمة اكتر حاجة بتبقى نعمة هي الماتيك اللي زي ده ده من ايفون ماشي؟ اللي هو ده ده بيبقى اكتر حاجة نعمة ماشي؟ لانه هو بيبقى يا دوبك هو الكريم بتاعه نعم جدا ويتخلصي بالحواجب بسرعة جدا ماشي؟ وكمان بيبقى رفيع فاب بالترسمي بالحواجب بسهولة نيجي للتاني اللي هو بيبقى اللاورد هولكل اللي بيبقى عامل زي المربع ده ده بيبقى رطيف قوي في رسم الشعراية شعراية ويبقى محدد برضو اكتر من التاني بس بس بيبقى اقل شوية في النوت الكريمي بس طبعا مش جميل انواع يعني على حسب النوع اللي بتجي به فيه نوع بيبقى يعني انا اقول لكم حاجة غريبة انا معرفش حد جربها او لا انا جي اجبت قبل كده قلم منهم وكان نوع كده منهم وطلع ناشف كان حلو قوي الناشف ده في رسم الشعراية شعراية لان انا ما بجرسم الشعراية شعراية بقلم كريمي بيسيح مني كا بيفرش مني لكن الناشف كان حلو قوي في رسم شعراية شعراية بس بس كنت برسم شعراية شعراية بس هو ده كان الاستخدام الوحيد لي دايما كده من كده محب شعر من حاجة لازم اقلاقها استخدامه تمام؟ والقلمة اللي هي العادية اللي هي بتبري عادي بيبقى الكريمية متوسطة ولا نعمة قوي ولا زبدة ولا بتبقى ناشفة مثل اماندا اماندا ده متوسط يعني هو ولا نعم قوي يعني مش مجرد بمشي به مش كريمي اللي هو اللي ارسم به ببواصلة حاجب بيضي يعني هو اللي عجبني في القلم ده بنات بقى اكتر حاجة بني في القلم ان قلم ده بيحتاجش معاهم وراه مسكرا تمسك شعر الحاجب انا لما برسم به بحس ان شعر حاجب يمسك في بعضه كأنه هو بيلازق شعر الحاجب في بعضيها مش بيحتاج بعدين مسكرا اه حلو او اي يعني انا عجبني بنسكها بس هو كل قضيته انه هو بيخلص بسرعة هي عموما كل إقلمة الحواجب بتخلص بسرعة وخاصة الماتيك الماتيك زي بتاع ايفون ده بيخلص بسرعة جدا ماشي بس هو ده رأيي في الإلمة يعني بتستخدم يبقى الجلة للمنسبات اللي فيها ميكوب تقيل البودر لكل يوم او اللي ومناسبة خفيفة او حط فيها ميكوب خفيف القلم ساعة الاستعجال رائع وطبعا اقدر استخدامي في كل اللي فيه نيجي بقى مسكرة الحواجب في عندك نوعين من مسكرة الحواجب او تلات انواع في عندك مسكرة الحواجب الشففة ودي بتستخدم فقط لان انتي تبيني الشعر في حقبك اول ما بتمشطي شعر حقبك بالمسكرة دي بيبين الشعر بعد ما بترسني تمام وممكن انا ساعة بستخدمها قبل المرسم لما بكون عايزة البودر يتقل شوية بحطها الاول بعد كده برسم بالبودر بس عادة هي بتتخدم بعض الرسم بتصراح بها شعر الحاجب بتوقف شعر الحاجب وبتسبته من غير اي لون وفيه المسكرة زي بتاعة ديمين اماندا بنات وفيه بتاعة اي سنس منها ودلوقتي ايفون كمان نزلت لسلسة مجربتوه وفيه زي المسكرة زي بتاعة اي سنس مسكرة بتاعة اي سنس بتصرح شعر الحاجب وبتسبته بس مش بتسبته بجامد قوي انا اعمال عنه ريبيو هي والمسكرة بتاعة كاركتر هسيب لكم لينك الفيديو بتاعهم هم اللي اتنين تحت بس انا بتكلم اني دي ليها لون بس لون ضعيف بس بتيتي شكل حلو للحاجب وممكن تستخدمها استخدام يومي عادي وفيه دي اللي هي زي بتاعة كاركتر اللي بتصبخ شعر الحاجب بتغير لون شعر الحاجب تماما وبتسبته فترة طويلة على حسب انت بقى اللوك اللي انت حطوه عايزة حاجك تبقى فتح عايزة حاجك تبقى ايه على حسب اللون اللي انت مشتريه برضو بس طبعا المسكرة يعني مش فيه بنات كتير بتحب المسكرة الحاجب او بتستخدمها يعني مسكرة الحاجب ده يعتبر اوبشن حاجة فوق العادي يعني بس كان هو ده الريفيو بتاعي النهارده يا بنات حبيت بس ان انا اقول لكم الفرق بين التالتة برو دكت او انا باستخدم في كل واحد فايه وانت ممكن تشوفي ايه اللي رياحك فيهم اه وفكرة ان اللي ما بتوقع شعر الحاجب دي كما انا قلت الموضوع كله متوقف على الخامة بتاعة الالم نفسه عاملة ازاي بس ان شاء الله بإذن الله يشوفكم في فيديو جديد لو استفدتي ياريت ما تبخليش علينا بلايك تدوس الأول على السبسكرايب وبعد كده فعلي الجرس الجرس يمانيت عشان يوصلكوا الفيديوهات لما نزلها بليز بليز بوي